اشتركوا في القناة ومحبة في قلوب الخلق وجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفرين وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني نوفمبر القمر موجود اليوم في برج القوس في ساعات المساء المتأخرة من مساء اليوم الجمعة رح ينتقل لبرج الجدي طبعا هو الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 و25 دقيقة من منتصف يعني من بعد منتصف الليلة هاي اللي هي الخميسة على الجمعة لا ينتقل القمر ويستقر في منزلة البلدة وهي منزل للثبات والربح والسلامة بما أنه القمر موجود في برج القوس معناته خلال هذا اليوم منشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواء ماه وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ماه أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل طبعا ظلت تأثيراتها موجودة ورح تظل مستمر تأثيراتها لغاية يوم 14 هذه الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 28-11 هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 26-11 اللي هو يوم الغد فبينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة وهي زاوية بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع صناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر عندنا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 14-15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة 36-35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي دروتها ساعة 9-23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الفجر ولغاية ساعات المساء ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في علم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي دروتها ساعة 7-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف ليل الجمعة على السبت يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 7-21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام الساعة 9-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ليستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 9-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الجمعة القمر بنتقل وبصير في برج الجدي عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم هم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء أو مراجعة أو بدء تأمين يعني أي شيء له علاقة بالتأمين بصير مناسب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي اليوم أكثر حساسية عندنا الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل أي أعضاء أخرى في الجسم فما في أي مشاكل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما في أي مشكلة للتجميل مثل الحقن والجراحة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 27-11 ورح يبدأ في تمام الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 أسد دقائق مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمر يومين في تمام الساعة 37-32 دقيقة صباحا بصير عمره 3 أيام نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 100% القمر في القوس وفي ساعات المساء المتأخرة من مساء اليوم الجمعة رح ينتقل لبرج الجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم 27-11 هو الآن سعيد بنسبة 60% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50% في ساعات الظهر بترتفع نسبة النحوس إلى 60% في ساعات المساء المتأخرة من مساء اليوم الجمعة بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 هي الآن سعيدة بنسبة 15% ولكن في ساعات ما بعد منتصف الليلة هاي الليهي القميس على الجمعة بصير منتحس بنسبة 10% وبيكمل طيلة يوم الجمعة بنسبة هاي النحوس المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 هو منتحس بنسبة 40% الآن ولكن في ساعات مساء يوم الجمعة بتنزل نسبة النحوسة إلى 10% المشتري في الحوت لغاية 2012 منتحس بنسبة 15-25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-23 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة هاي ناشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة طبعا الأجواء داعمة على مستوى الاتصالات وعلى مستوى الامتحانات وعلى مستوى العاطفة أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكوا تحسنوا من أدائكم فأوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط حذروا من المواقف المتصلبة وحاولوا انكم ما تكونوا قاسيين مع أحباكم ولا تهملوا وجباتكم برج الجوزاء طبعا هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة والقمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك بتكون تتجنبوا الغضب والانفعال وما تدعوا أي شخص انه يستفزكم احموا سمعتكم ما تشوهوها عليكم خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة حاول انك تتحامل على نفسك شوي وانبط عصابك وابعد عن المشاكل برج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو انتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم مقتك بشكل جيد التزم بالواجبات والمسئوليات واحترم الموعيد طبعا بدأ ضغط عليك فبدك تدير بالك من العصبية برج الأسد بالنسبة لما ولد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بترتفع المعنويات ولكن بدك تكون أكثر مرونة وما تفرض سلطتك على أحبائك أو أبنائك بتحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف عندك من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على صعيد شخصي أو عائلي فعشان هيك بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الارتباك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والامتحانات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك تكثيف التحركات وبإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة أمي وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية إذا استغلتها بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تخطط لرحلة أو حتى أنه يكون عندك هيك تحدد بعض الأولويات أو الميزانية المالية ممكن تتلقى هادية أو تقدم على استثمار الفترة هاي فيها بعض المصاريف الطارئة ممكن تكون منزلية أو استشفائية برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية بطالعك طبعا هاي الفترة على خبر ممكن يكون هذا الخبر مثابة إشارة أو انطلاق جديد بالنسبة لإلك فترة نشطة وحماسية بفضل وجود طبعا بفضل الله والشيء وأيضا وجود القمر عندك اللي بعطيك طاقة عالية مع الزهرة مع عطارد مع الشمس يعني إن شاء الله أنه يوم إيجابي ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن ولغاية ساعات المساء مساء يوم الجمعة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بدك ترتاح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف من وثيرة عملك ما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجزك في ساعات المساء القمر بوصل لعندك فبعطيك طاقة إيجابية يعني ابتداء من يوم السبت تبلش تشعر فيها بشكل أقوى برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا الأمنية بمساعد الصديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بأي مجال اجتماعي أنت بحاجة للنصيحة وبانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق لأنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبرج الجدي اللي هو بيت متعبك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أو تغار على مصالحك ممكن يكون اليوم فيه نوع من أنواع الضغط عليك فهذا اليوم يبقى يكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر تأثيرات القمر الشوي ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تدمر على مسمع من أحد وحاول أنك تصبر لغاية ساعات المساء لحد ديت ما القمر يصير في بيت حليف لألك في ساعات المساء بتنشط اجتماعيا وممكن يكون لك لقاء مميز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء